من اواريني في قناة وجيروسايبس اللي متابعيني عارفين ان انا بحب اتجرب الوصفات السهلة وبالنتيجة في نفس الوقت لذيذة ومضمونة 100% معانا النهاردة انا رز طاجن رز معمر باللحمة حاجة كده بجواو طحفة طحفة بجاب هنغلي اللحمة اول حاجة بالطريقة العادية جدا في مياه مغلية اول ما اللورين بتاعها يطلع هنشيله هنضيف عليه طماطم بصل ورق لورة حبهام البهارات بتاعتنا ربع معلقة صغيرة من الفلفل اسود معلقة صغيرة من بهارات اللحمة وعلم اللحمة تستوي هنروح ننقع الرز بتاعنا انا كان معايا هنا كبيتين اللي ربع رز مصري ضفت عليه ضعفه ثويل بعد ما غسلته طبعا كويس جدا كان معايا هنا حليب مغلي ضفت عليه ثلاث كبيات من الحليب المغلي وهرجع اضيف عليه نص كباية من المرأة بس لما اللحمة بعد ما اللحمة تستوي تمام كده يعني هنا يعني انت لو تستخدمي كبيتين من الرز هتضيف عليهم اربع كبيات من السويل يعني تلك كباية حليب وكباية من الشربة الشربة هتعمل نكهة جامدة جدا حطيت هنا تقريبا معلقة كبيرة من الزبدة عندك سامنة بلدي هيبقى جميلة جدا مفيش عندك مفيش اي مشكلة خالص هنسيبها تتنقع هنسيب الرز يتنقع كده في الحليب تقريبا ممكن من ساعة ساعة ونص على ما اللحمة تستوي اه ضفت عليه الملح بتاعنا اه زبطي الملح على حسب كمية الروز اللي انت هتستخدميها هنسيبه كده وفي الوقت ده اه اللحمة بتاعتنا خلاص اه كانت تستوي اه جبت اه اصغر اه سامرة بصل عندك هنقطعها اه مقعبات صغيرة جدا وفي معلقتين في زيت على النار معلقتين زيت هنضيف البصلة دي هنشوحها عليها نص معلقة صغيرة من السكر هتنكه اللحمة تبقى طعمها تدي اللحمة طعم حلو جدا افضل بكتير ما تحط اللحمة من غير ما تتاخد اي وش كده هندها بس هنخليها توصل للون الدهبي هنشوحها كده في مع الزيت والسكر تتقرمل شوية حاجة بسيطة كده ايوة كده كفية كده خلاص تمام كده اه هنروح بقى على الرز بتاعنا هنضيف اللحمة اللي احنا اه شوحناها مع البصل والسكر اي كمية لحمة على حسب عدد افراد اسرتك وقبل ما نحط اللحمة هنحط طبعا نص كوبية الشربة اللي انا قلت عليها وهنقلبه كويس مع الحليم والرز والزبدة هنا هنحط قشطة هتدي لون حلو قوي للرز وبعد كده هنضيف اللحمة النار ونسيبه يستويب راحته بقى خالص وهنا بعد ما الطاقنطلع خلاص رائع بجد الرز متنكه من الشربة اه طعمه حلو جدا البصل اللي تقرمل مع اللحمة متديله نكهة رائعة متنسيش اللايك والاشتراك في القناة باي باي